يواصل وعضاء المجلس السياسي الأعلى زياراتهم التفقدية للجرحة في مستشفيات أمانة العاصمة الذين أصيبوا جراء استهداف العدوان للقاعة الكبرى حيث قام اليوم الأخوان جابر الوهباني ومحمد النعيمي بزيارة لعدد من المستشفيات للاطلاع على أحوال الجرحة والمصابين وقد أكدوا على أن الدولة ستبذل كل ما في وسعها للاهتمام بالجرحة والمصابين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة بما يسهم في شفائهم ورجوعهم إلى أهلهم في صحة وعافية مشددين على أن هذه الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي تتنافى مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية محملين الأمم المتحدة مسؤوليتها في إنهاء الحرب وفك الحصارة ترجمة نانسي قنقر